اينشتاين ليه مقولة بتعجبني جدا بيقول يستطيع اي احمق جعل الاشياء تبدو اكبر واعقد لكنك تحتاج الى عبقري شجاع لجعلها تبدو عكس ذلك يعني اسهل وايسر واقل تعقيدا يعني لما يجي لك واحد ويقول لك عشان اصلح لك الحنفية هنعمل فتحة ونصبة زي ما بنشوف تعرف انه يا اما نصب او زي ما قال اينشتاين احمق العبقرية في السهولة وفي اليسر لما واحد يكلمك في مشروع كبير ويوصفه لك بكلام معقد ما يفهموش الانسان العادي تعرف انه يا نصب يا احمق شفتوا من بارح ضيفي بيشرح بسهولة ويسر عمليات كان شكلها معقد قدام الناس كلها لانه لما عمل كده يا اما انسان امين او عبقري ويمكن الاتنين فسهل الدنيا علينا المسألة مش كل الهيصة اللي بنسمعها من بعض الناس دايما بقول انا حيالة مزيعة لاني مش شايفها شغلانة معقدة ولا صعبة لاني فهم اولها من اخرها لما كنت بترجم ترجمة فورية الناس كانت شايفها شغلانة صعبة وانا كنت شايفها من اسهل ما يمكن مش عشان انا عبقري لكن عشان تعاملت مع كل شغلانة فيهم باخلاص وذاكرت واجتهدت وبذاكر وباجتهد لان العملية ما هياش اختراع الزرة حتى الزرة عند اهلها مش فتحة ونصبة اللي بيطلع ويحاول يقنعك انه جهبز وجايب الديب من ديله غالبا هو احمق ومش عارف سكة لا الديب ولا ديله فما تصدقهوش صحيح كل حاجة عايزة بهد ومثبرة وصبر بس هي في الاخر محتاجة واحد شجاع يقول هي كذا وبتتعمل بالبساطة دي واللي خلقني خلق غيري ممكن يعملها ويمكن يعملها احسن اللهم اجعلنا من المثابرين الصبورين الشجعان اشتركوا في القناة